تحياتي مرحبين مرحبين نهاركم فولنس كل اهلا وسهلا بكم في رنضيبو جديد من المتينة لسيت نوف على اي افام حلقة الخميس 4 أفريل 2024 25 رمضان 1445 انشاء نهاركم فول انشاء نهاركم ياسمين انشاء نهاركم أسعد ليام وين ما كنتوا تسمعوا فينا اخر اخر خميس في رنضان فما تعبه فما تعب هكا وليه مستمعين فما تعب ده يرجعك اهوها او ما اش مازيل كملوهم على خير كملوهم في صحة وعافية انشاء الله انشاء الله رب يبلغنا العيد واحنا دعوتنا مستجابة هي اهم حاجة مرحبا بكم دونك فيلم ماتينال اللي نسمع فيها الاخبار في تونس والعالم في 24 ساعة الاخيرة اخبار 24 ساعة مش نسمعها مع ياسمين بن نور في 24 دقيقة شوي اخر ولا بداية بالاعلان عن قيمة زكاة الفطر لموسم رمضان الفين واربعة وعشرين مش نحكيو يادي بونوفيل يادي موفيزوفيل مش نحكيو مثلا على اقرار احداث شركة عمومية تتكفل بمشروع المدينة الطبية بلا قيروان مش نحكيو على شركة صينية تقدم عرض لستكمال اشغال ملعب الملزة هذية فما شكون يحطو في اتار ولا في خانة الاخبار البيهية قولك هاي بش تجي شركة صينية دانك طان ميو ضامنين اكثر فورسنتاج انو المشروع بش يتم فما شكون يقولك ليه هذياء هاي لشركات المقاولات اللي تونسية واحنا هنا دي كمبيتانسة اللي نجمو يعملو الاستاد هذية ومدام وصلنا ندينا ولا بش نديه لخطر سيبا كنفيرمي الشركة الصينية سيكو فما مشكلة في اللي كمبيتانسة بتانانتوك بش نرجو على تفاصيل الاخبار بعد شوية بش نحكيو على تعذر حضور السحو في محمد غلاب لجلسة المحاكمة لأسباب صحية البرح وعلى رفض الافراج عنو الفيديو شفتوها يمكن نسي الكل للي ما شيفهاش بش نعديو منها مقطع ولية تقتحم مدرسة وتعتدي على معلمة وتلميذ في فيديو دارت تونس الكل وشوكيت كل من شاهدها ضحكت سرتم ومو ضحكت ضحكت من مش على خطرها الضحك على خطرها تأسف توسام بل موتو نحكيو في تفاصيلها بعد شوية الحادثة اللي أصدر حولها الاتحاد العام التونسي لشغل بيانته ونقرأه لكم بعد شوية إحالة وديع الجري على دائرة الجنحية ورفض الافراج عنو من ضمن أخبارنا اليوم في المتينال دبيبة قريبا إعادة فتح معبر راس الجدير وش نحكيه على حادثة أخرى متاع كلبه تعرفوني موقفه من الكليب السائبة كلب سائب يتسلل إلى مدرسة هنا في مطلوبة ويعتدي على تلميذ شنو أصار اللي جابها بعد شوية في ساعتنا الثانية بشيكون معنا سيمو حسن الحامدي الكاتب العام للقابة التعليم الأساسي بصبيقة وين صارت الحادثة متاع الولية اللي اقتحمت الكلاس واعتديت على المعلمة وعلى التلمذة بشي يعطينا التفاصيل شنوه اللي صار كسوس ووقت الحادثة وإلا من بعد بعد ما تم القبض أهليها ومش نحكيه مع سيلوتفي الكبير خبير سياحي ومدير عام وكالة أسفار على المفهوم اللي يحكيه فيه الوزير بتاع السياحة برحة لولا وقت اللي قال أنه سنة 2024 مش تكون سنة الجودة الشاملة شنو مش تبدل في توريزم في تونس في 24 الإجابة مع سيلوتفي الكبير في ساعتنا الثانية هذا ما يستنى فيكم مرحبا بكم في المتينال سيت نوف ديو يوفيو الليجنيريك بتاع المسلسلية الرمضانية الليجنيريك الشانطي ها الليجنيريك الشانطي أساسا داك اليوم نقول وإحنا قربنا برشا 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 4 سنين والخمسة سنين التالي مو سلسل انتلق كل قول لنا كل كل جاز دوفيل موجود وقوي أمام اللول ما حسينيش به من بعد عمل الترشيقة اللي أعرفها في أرجاء تونس الكل هذي الجنيريك النوبة اليوم أخميس وغدو أخميس هاي تخلنا في الجو بتاع النوبة مرحبا بيكم 7 و 16 دقيقة حلقة الخميس 4 أبريل 2024 25 رمضان 1445 ما خليه ولكمش في قلبكم بعد شوية نسمعوا كيف شباح تخيلي هاي أعرفز خطر جميع هنا يحبوا يسمعوا كيف شباح تخيلي نعملوها قعدة نوبة اليوم في المتينال شاء الله في ساعاتنا ثانية تاوم تسمعوا مرحبا بيكم في المتينال سيت نوف على يافين بعد شوية نعملو دورة على أخبار 24 ساعة الأخيرة في 24 دقيقة لقائة هذه سيسرويحكم كانكم في الكئيس واحدة واحدة ونوصلوا للخدمة كانت تحبوا تعرفوا أكثر تفاصيل على أحوال الكئيس توتسويت جيهن في المتينال فوترا فيك يفهم ستناف نور صباح الفل والياسمين حلقة الخميس 4 عفريل الفين واربع وعشرين خمسة عشرين رمضان الف وربعمية وخمسة اه وخمسة واربعين جمعة الليل 27 غدوة ليل 27 غدوة اللي لم يسم برج اللي اللي بل نحكي مع نسائب انا ونحكي مع نسائب عليها النساء اللي بنتها ان شاء الله رب يصرها مع خاطيبها ولا لا تطلب موسم سنة غالي الحمد غالي جيك وغالي لا تطلب شيء هني على بنتك وستر اللهوكا وذهب غالي لا تطلب شيء لل 27 ونهزه حتى مواسم لل 27 واسمع وما تغليوش معناها يجينا انت فاهموا معاك ان نعملو هالمواسم بدين فما كريسة موافقين مستمعين موافقين مستمعين أخبار 24 ساعة الأخيرة في 24 وفما فزخر يقول لك لايت القدر في أمبير هي صحيح فاهم الحديث يقول انه لايت القدر في ليلة أمبير بصوفكو اي احنا اليوم مثلا 25 في الاستراليا 26 هكا او لا في استراليا 26 اليوم ليلة أمبير في استراليا دوق العشر الكل العشر الاواخر الكل نجم يكونوا ليلة القدر من غير ما نقعد ونحسبوا معاربي كهو سهل العملية السباح الفل وال يسم هاي فا ما شكون يحب على موسم شنا هي الحكاية اللبنيت اللبنيت راو كين يجيب لكم موسم مش يقعد شدهي لكم شدهي لكم عام كيمة نفسوه شوية خاطر مخنوقات دنيا وتوم بعض يعوذي لكم انا متأكد لي كانت نفسوه شوية طب يعوذي لكم اه يا سيدي حق الملح لا حق الملح لا نجمش ندخل فيها الحكاية خاطر حق الملح لانت سيستهله اما خاتم فضة به خاتم فضة به يزد فاردة فاردة كل قديره قدره وكهو به كيتفرح مرايتك به اما الخطيبة ممتعرفش عليها نجل تفسخ الحكاية بتترزيه في شي كل حام اه يا سيدي استفاح النور نبدأوا مع اخبار عندك موسم منت ياسمين جمعة دي الرمضان السنة ولا لا لا ها لأ منطلب شنطلب حاجات اخر شتطلب هي اسمين شبيه نطلب حاجات مخير من الموسم الموسم عندي موسم كل يومي اي شتطلب شنو ما حاجات مخير الحب والحنان ويهذا اي اعتقدوا انهم اسمى معنى من الحاجات الميدي اسمى اسمى منور اخبار 24 ساعة الاخيرة في 24 دقيقة قيمة زكاية الفطر قيمة زكاية الفطر عام 2024 حسب مفتي الجمهورية تنسية قيمة زكاية الفطر عام 1445 هجري حديدت بدينارين اثنين في بليخ صادر عن مفتي الجمهورية انه قال انه اخراج الزكاية ذي يكون وجوبا بطلوع فجر يوم العيد وقبل صليت العيد وقال انه مقدار الزكاية صاع نبوي يعطى من غالب قوت اهل البلد من قمح او شعير او تمر او غير ذلك هاي احكيك للك الفين الفين بالضبط الفين اي دينارين اثنين كيف كيف دينارين اثنين بعض قال انه كان خرجتها بعد صليت العيد فهي صدقة ولا تسقط في حقه في حق السيد اللي اعطاه صدقة كان خرجها بعد صليت العيد وتبقى عالقة بذمته حتى تؤدى كما يجوز اخراجها قبل يوم عيد الفطر بيومين او ثلاثة اذا ما عند المالكية والحل احناف وشافعية اخراجها كذلك قبل يومين او ثلاثة ايه اي منعرش تفرق منعرش هو فرق فماشكون اللي يقول لك زادة زاكيت الفطر تناش خرجها من ناور رمضان لا لا الاحناف وشافعية برا بيعافون احناف وشافعية قد تنجم تخرجها حتى قبل نهارين وثلاثة حتى قبل نهارين وثلاثة اه 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 فهمت شو نقصد الشافعية والاحناف يقولوا تنجم تتخرجها وقت ما اتخذ في رمضان احنا مذهبنا شنوة والله اجيك خوف اتخوة احبش ندخل في هالتفاصيل احداث احداث شركة عمومية تتكفل بمشروع المدينة الطبية بالقيروين البرح لربعات ليثا افريل مجلس وزيري مضيق حول متابعة مشروع المدينة المدينة الاغالبة الطبية بالقيروين في نهاية اشغاله اقر انه احداث شركة خفية الاسم ذات المساهمة العمومية تسمى شركة مدينة الاغالبة الطبية بالقيروين واللي بشتتولى انجاز مختلفة دراسات واشغال البنية التحتية والتعريف والتسويق لمكونة المدينة هذية المدينة الطبية واستغلال الفضائيات المكونة تحت اشراف شكون تحت اشراف وزارة التجهيز والاسكان رئيس الحكومة احمد الحشين يأكد على اهمية الطابع الاقتصادي والاجتماعي والعلمي للمشروع النموذجي هذي واشار الى دور المحوري في تنمية المناطق المجاورة وفي اعطاء قدرة الانفسية في عدد مجالات نحكيه على امكانية توفير 42000 موطن شغل مباشر او غير مباشر مباشر او غير مباشر وهذا يزيد بش يخلق اسواق جديدة لتصدير المنتجات المبتكرة في المجال الصحي مباشر او غير مباشر بمعنى مباشر الى الطبيب اللي بش يخدم في المدينة الطبية هذي الفرم للوفرية وغيره وفاما اللي اللي اندو تاكسي جديدة مثلا من البلاسة هذيك المدينة المدينة الطبية ايه فاما حركة فاما حكاية حكاية فاما حركة يا ودي ان دي ما نرجعنا عنا نقول الانا كان جيت نحكم معناه فاما جفريلا ديسنتراليزاسيون اونيفرسيتي رفقت مثلا علش الجامعات متاع تونس الجامعات علش تونس العاصمة فاها العدد المهول هذي من اونيفرسيتي انا منرجمش نزيدك فالشهرية انتي كوالي تخلص الف دينار في القروان مثلا تخلص الف دينار في القروان منرجمش نزيدك فالشهرية ولدك رسعت له يقرأ في تونس على خاطر الجامعة متاعه في تونس على خاطر اغلب جامعات في تونس لو اشتراسينك تدفع 300 دينار مثلا خاطر الكرية في تونس غالي كنقرب لك انا الجامعة انتي كدفعت 300 دينار ما فضلت راحك 700 الف كنقرب لك انا الفاك البلاسة فيها اكتر اسباس والكري فيها ارخص شوالي تدفع 150 دينار كيفية قدرتك الشرائية تعديت من 700 الى 850 دينار من غير مازدتك في الشهرية اثنين ليس نفس تونس الكوبرة باستيركولاشون وبوطياش ثلاثة واهم انا نعرف الاكزامبل زوز فاكات في القروهين هم تحطوا منها والحركة اللي دارت والحماس والحنوط البلاي مثالش فالحومة هديكة مثالش وده واحدة ده المقاولة هنطلعوا عمارات وخدامة خدمة وكراوية فما حركة تتعمل عليش انا نعم نعمل المركزية بتاع الادارات في تونس برا بركة ما عادش نرجى منها اما المركزية بتاع الجامعات زيدة انا كيجيت نحكم منها جامعة خاصة ما تحليش في طرس العاصمة حل في بلاستخدام بايا نحكيوا على الشركة الصينية تقدم عرض لاستكمال اشغال في ملعب المنزح مدير البنائات والتجهيز بالادارة العامة المصالح المشتركة بوزارة الشباب والرياضة نوفل بالحاج رحومة قال في تصريح له نهار الاربع انه سلطة الاشراف بصدد اتمام اجرائيات فسخ العقد مع شركة المقاولات التونسية اللي كلفت بتجديد الملعب الأولمبي بالمنزح واشهر انه اشغال استكمال المشروع هذا بيش تسند لشركة مقاولات اجنبية طبعا لوجود عرض من احدى شركات الصينية المختصة دونك بيش تاخذوا شركة صينية مختصة مختصة فيش في اقامة المنشئات الرياضية الصفقة بيش تمنح الافضل مع انت بيش الصفقة هذية بيش تمنح لأفضل عرض طلب وقال نوفل بالحاج انه الشركة اللي بيش يتم التعاقد معها مطالبة باحترام ترتيب وقوانين الصفقات العمومية والتشريعات التونسية فيه علاقة باليات التمويل موح كما قلت فيه الباية وفيه الخايب فيه خايب دون السنس هذي كل معناش كفاءة تونسية تعمل استاد اما اللي صار في الاشترا للاخرانين كل ورا انوي من الاخر اعطيها الشركة صينية اعطيها الشركة رومانية اعطيها الشركة اللي هو اعطيها الشركة اللي ورا انجازات في في الدومين هذيه وخلي تبني الاستاد اما جيب لهم طوين سيتعلموا منهم كيفية ينجزوا مشروع في وقت في وقت قياسي ويحترموا الأجيل وغيرو باش معاتشا الصينيين دون التان الصينيين دون الزاني كتر فان جيبوا فرانسيس يبنيوا لهم مفاعل نووي في الزاني دوميل فرانسيس جيبوا صينيين يبنيوا لهم اربع مفاعلات نووية فهمت الفازة؟ جيبوا تعلم منه تعذر حضور محمد بوغاليب لجلسة المحاكمة لأسباب صحية تعذر محمد بوغاليب هذا اللي اكتدتوا ان نقابة الصحفيين في بلاغ لها البارح لربعة على انه قد تعذر حضور بوغاليب للجلسة لأسباب صحية وطالبت بالكشف عن حقيقة الوضع الصحي لزميل محمد بوغاليب وقت لايق صراحه الفوري كما لفتت النقابة وانه استدعى صحفي محمد بوغاليب للمثول امام قاضي التحقيق فيه شيكاية جديدة بناءا على المرسوم اربع وخمسين وانه الزميل لم يتمكن من المثول امام قاضي التحقيق ولم يقع جلبه من السجن بسبب حالته الصحي جوي بإدارة السجون كان شنوه وقت لا استفسروا منها الموضوع قال قاضي التحقيق تعذر جلب محمد بوغاليب بسبب وجوده في المستشفى يعني مش موجود في السجن ولكن موجود في المستشفى هذا وفق نقابة الصحفي رفض الافراج عن محمد بوغاليب اشتركوا عليه بعد ما نسمعوا سائل مهلال في EFM EFM ستنوف خالي زعبية منشان نهاركم فولنشان نهاركم نحكيه في تفاصيل رفض الافراج عن الصحفي محمد بوغاليب دائرة الجناحية ثمنة بالمحكمة الابتدائية بتونس قررت رفض الافراج على محمد بوغاليب وتأخير النظر في القضية المرفوعة ضده إلى جلسة نهار 17 أفريل ومحمد بوغاليب من جمش يمثل أمام هيئة الدائرة الجناحية بعد ما تعاكرت حالته الصحية ونقلوه إلى أحدى مستشفيات العاصمة داك نتعادلوا للإخبار اللي بعده وندخلوا في تفاصيل الحكاية اللي الفيديو يومتي حضرت برش البارح لمرأة كليل يبسة بالصفر واللي اقتحمت ماذا شفاء؟ سلدو كلاس ايه؟ اقتحمت قاعة تدريس وحكيت بطريقة غريبة جدا مع معلمة تفاصيل الأخبار معايا سمين هذا اللي صار البارح سبيح وأنه ولية اقتحمت المدرسة الابتدائية المونجي سليم بسبيخة رغم محاولة منعها من قبل عاون تنظيف ومدير مؤسسة اعتديت على زوز معلمات ودخلت القسم اللي يقرأ فيه ولدها واعتديت على تلميذ ومعلمة توقفت الدروس من 10 متع سبيح ونفذ الإطار التربوي وقفة احتجاجية ثم توجه المدرين المدير وثلاثة معلمات وولي التلميذ لمركز الشرطة لتقديم قضية ضد الولية نذكروا أن الولية قامت أيضا خلال السنة الدراسية الفارتة بالاعتدي ضد معلمة والتزمت لعدم تكرار الفعل المقطع ذي دار برشة على مواقع التواصل الاجتماعي وأكد الكتب العام للنقابة الأساسية بالسبيخة محسن الحامدي البرح وأنه تم إيقاف الولية المعتادة على معلمة بالمدرسة الابتدائية المنجي سليم بالسبيخة من ولاية قيراوين ثم برشة حديث دار وأنه الولية هذية معندها مشاكل نفسية ربما هو الحقيقة معناه كي تسمع الاكستري اي اي اول اول شك يجيك الموخك اي 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 بقال للعبيد اللي مستمعاش الاكستري بربي جوزت قبل ما نسمع الاكستري راجعوا لي بربي تصوير تيسمين مع تصويرها اله اوه 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 صف지고 اوه 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 هاو يؤتح اوه اوه أوه اوه 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 المرأة عندها أمراض نفسية. نحن نأخذ أكثر تفاصيل في الموضوع في ساعتنا الثانية مع سيمو حسن الحامدي الكاتب العام لنقابة التعليم الأساسي بالأسبيخ. ما هو اللي صار؟ الأكستريم لا يتصدقش لا وهو لا يتصدقش ولكن في حالات هذه الأكستريم نجمه نقوله بلك فما حاجة عادية عند المرأة. لأن العبد ليس مسؤول على تصرفاته وما نجموش. إن شاء الله كلي مريد راب يفرج عليها. أنا اللي معناها اللي قاعد نتفرج في الفيديو قاعد ديريكتو مانجين مخي. هو ولدها. أكثر حاجة معناها وانا نتفرج ولدها كيفيش بش ينجم يواصل ما نعرفش ما عنديش توصيف للحكاية. أما الحرج اللي يحس به نتصور ولدها في الكاه هذك ولدها هو اللي لازم معناها رعاية ولا إحاطة نفسية كبيرة ياسر بعض الحادثة هذية اللي صارت من والدته اللي مرة أخرى مش شاء الله ربي يشفيها كيني مريضة. أما هو لازموا إحاطة نفسية كبيرة بعض اللي صار على خاطر الصغار الأخرين زي ده مش يفهموا أنه ربما عندها حالة نفسية وغيره. بش يقعدوا يقول وحنا يتحكموا ويعايروا. لازم المعلمين وتحية كبيرة ياسر للمعلمة على برودة دمها شد تروحها تحية كبيرة ياسر 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 أما المعلمة لازم أتفهم اللي تلايم ذا الأخرين أنه مهيش غلطة زمينهم ولد الولية هذيك. فهمت؟ ما لازم مش تأثر خاطر نراوي نجم ده ماله حياته فهمت؟ روي نجم يدخل في تريب خايب ياسر. اللي أكثر لازم نهتموا بي في الموضوع هذي الكل هو ولد السيدة هذيك. بح أنا كيما قلت في ساعتنا ثانية بش ناخدوا أكثر تفاصيل على الإسار معصم وحسن الحمدي الكاتب العام للنقاب التعليم الأساسي بالأسبيق. نحكيه وتوى على بيان الاتحاد اللي عم تنسي للشغل حاول حادث تأسبيق. البيان جاي فيه زوز نقاط مهمين بعض طبش نلخص أهم جاء فيه عبر على رفضه واستهجينه لسلوك هذيه والتزيمه بمتابعة المعتدية. في النقطة الثانية دعوتها لوزارة الإشراف إلى احترام أحكام النظام الأساسي العام لأعوان الوظيفة العمومية القاضية بحماية أعوانها ضد كل أنواع الاعتداءات أثناء القيام بالوظيف وبمناسبتها. هذا هو أهم مجيء في البيان وأنهم رفضوا التصرف هذه. عادي هي متوازن وتعلينا نعرف وكثير تفاصيل كما قلت في ساعتنا الثاني. نرجع للمحاكم نحكيه على إحالة وديع الجري على دائرة الجنحية ورفض الإفراج عنه. دائرة الاتهام لدائرة محكمة الاستيناف بتونس قررت إحالة الرئيس السابق للجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجري على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس ورفض الإفراج عليه وابقائه تحت مفعول بطاقة الإداع بالسجن الصادراء في حقه. بربيت الجنائية ولا الجنائية؟ الجنائية. جنائية. سامحوني أن ما نبدلها في التدائج الجنائية. 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 نذكر أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس كان قد أصدر قرار ختم البحث بخصوص القضية المرفوعة ضد وديع الجري حول انتداب أحد الإطارات الفنية المتخبات الوطنية مع إحالته على أنظار دائرة الاتهامة. مش تحكيوا على أخبار والمسلسل المتواصل عنده برشا. نحكيوا على معبر راس الجدير. كل مرة كنت تفكروا في آخر جمعة اللي فاتت. كنت دخل معنا مسؤول شنوها؟ كنت دخل معنا مسؤول هنا وقالنا أن المفتح المعبر سيفتح في أول أسبوع ذلك لم يتم فتحه. البارح تجي أخبار من من ليبيا وينتابع رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد عمل مجموعة عمليات بسط الأمن ودعم الأجزاء الأمنية والشرطية في المنطقة الحدودية برسل جدير خلال اجتماع مع معاون رئيس الأركان العامة فريق صلاح النمروش. النمروش قدم موقف حول الوضع الأمني بالمنطقة الحدودية مؤكد أن الأوضاع مستقرة وجاري تنسيق مع وزارة الداخلية بشأن إعداد الترتيبات اللازمة لافتتاح المعبر وعودة العمل به ومعه جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بشأن أعمال الصيانة وتنفيذ عدد من مباني الإدارية. التذكير فانه بتاريخ 19 مارس اللي اتعدى غلق معبر السجدير الحدودي احتياطا اثر تحركات لميليشيات الليبية وتبادل لإطلاق النار في الجانب الليبي. كانت وزارة الداخلية الليبية أعلنت في بلاغ غلقها بشكل فوري للمعبر بعد تهجم مجموعات خارجة عن القانون على المعبر وذلك لإثارة الفوضى وإرباك العمل مشددة على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل الظالعين في ذلك حسب الجانب الليبي فانه معبر السجدير سيتم فتحه في الأيام القليلة القادمة إن شاء الله قبل العيد نحكيه في خبار أنا واحد من الناس أصريت اللي نحطه في أخبار 24 ساعة هو أخبار تسلل كلب سائب إلى مدرسة واعتدائه على تلمده أسحفة الحماية المدنية بمنوبة البارح السباح أربعة تلمده من المدرسة الاعتدائية الاعتدائية؟ مخيفين الاعتدائية المدرسة الاعدادية للشباب بدوار هيشر ونقلوهم إلى معهد باستور بالعاصمة بعد ما تعرضوا لي عذة كلب سائب وفق معطيات وفرتها الإدارة الجهوية للحماية المدنية لوكال تونس أفريقيا للأنباء إتليم ذا عمرهم بين 12 و13 سنة ادخل لهم كلب للمدرسة وترجم عليهم وعذهم وسط خوف وفزع زملائهم ذكروا أنه تم تسجيل تراجع في بؤر انتشار دائق الكلب بولاة منوبة بتسجيل بؤرة واحدة بجديدة سنة 2023 بعد ما سجلت 18 بؤرة عام 2022 ووفق معطيات سبق المندوبية الجهوية التنمية في الحين خلال تظاهر القضاء على دائق الكلب انتظمت في دوار هيشر في سبتمبر 2023 هذه أهم ما جاء في التظاهر هذه وأنه البؤر نقصت البؤر نقصت أم هاو الكلب شو عاتدي؟ هذه البؤر هيش عمل نوجه؟ مكلوب دونك الكلب هذه وعاتدي على صغار 12 و13 سنة اي عاتدي عليهم 12 و13 سنة يا منظمات اللي تحبوا الكلاب ويا غيراني ما عندي ضدها ما عندي ضدكم حد شيء أنا نخاف من الكلاب متنمش نبدأ متفاهمين اما نحكيه على موقف مبدئي ويه بربي سمحني ما اكدوش لهو كمعتها كلب مكلوب ما اكدوش لهو كلب اي ولكن العربة صارت واربعة طليم ذيت تمشيوا الناس تشوي باستر ومشي اطلعوا كيف يخافوا من الكلاب؟ مثلا بيشر اي بشي اطلعت روماتي زي ما نحكيه هيش عمل نوجه مليح بحكية الكلاب ته مربحناش معركة الكلاب السئبة مش نربحوا معركة الفساد نتهمت كيفيش نعمل تاو راو مشكلة كبيرة الكلاب السئبة في تونس راو كيجينا نتفكر كيجينا نشوفه في الموضوع انتي في خزيما في اسوس اي اي فاما بارشا اي شنو بارشا فاما بارشا اي نلقاو تلمو متشعة بالموضوع تلمو عنده علاقة بسلطات الكل را بالصحة بالفلاحة وعنده علاقة بالسلطات الكل والدخلات الكل تتملس منك والكل هم وقللك راو مشتبعك وخاطين ولازم داخلية الدخل ولازم البلدية ولازم باستير ولازم تابع الفلاحة مالفيت قال لي تابع الفلاحة اي الفلاحة هم الكليب شو مدخل وزارة الفلاحة في الكليب السئبة راو مالفيت قطل يا حابين نفتح الموضوع معناه هت سارلي كيما يصير على اي مواطن تونسي كيما يحبوش يقضيولو قليته يمشي لاذاكا يمشي لاذاكا لا لا مش تابعتني يمشي لاذاكا مش نرمال ولعباده قليت خايفة منها الحكاية ولعباده قليت حتى تدفع الكليب وقليت خايفة مش تدخل في التوصيب خايفة مش تدخل ميحبوش يحكي وفهم شكون صرح عمل تصريح وخرج وصارت له مشاكل كبيرة برش اي كيفاش شنو نعم الكليب السئب اي نهبت نقام كد كد كل يوم اي سيبا نرمال تاوينا ستين سوبية معناه مثلا خاطر في الحمو واللي بيعرفو كاريما وعايشين فهمت هما مالي لهم و احنا نعايشين معاه كيفاش نعمله هاو بتخلي المدرسة هاو كليب سيبا في ماليعب نسمع في انترفيو معه متاع عوثمين جنيح برحة لولا في الحوار قال استاد تحر تحت البهير متاعه ولت الكليب عايشة فيه مالي فاتنا تفرج فيه مشيت الاستاد متاع حمدا العويني في القروين اهنا قاعدين مننا من جهة الشيز الجهة الاخرة مفارغة كلها كليب ايخي سينارمال ايخي عادية لحكاية ايخي عادية لحكاية في الحهم الكل في واحد ما عادش ينجم يهز صغير و يدور به انت تعرف لعوين ايه 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 برشة كليب نبدأ قاعد ساعات في القاعدة في الجرد نبدأ خايب على الصغار خاطر صغار ينباك انه اذو كليب و ينجموا يهيجوا عليه فجأة و هم ساعات يهيجوا و يتبعوا بعضهم و يغذر الحاجة و يبدأوا اغريسي فقط و يبدأوا اغريسي فقط و الصغير يبدأ يمشي يحب يشوف في كل البحرية صغيرة و يدرشناه يبدأوا يهيجوا علي و ينجم يأكلوه قد كهو معناه صغار يبدأوا يجيبوهم الاولياء متاحة من يرعبوا فجار ده و غير ايش عملناه الجملية حلما ما تصير كارثة معناه كيف يدرسون و أنا لا أقلوا تصرفوا فيهم تصرفوا فيهم و تصرفوا في المقاولين اللي يجيبوا في الكلاب يعصوهم على البنيات المتاحة و قتل هي مرمى و بعد طفل مرمى يطايشوهم يجب أن يتحملوا من أسئلة الكلاب لأن هذا هو الفينومين الكلاب في تونس المقاول يطلع عمارة يجيب زوز كلاب ثلاثة كلاب يعصوهم على المرمى طفل مرمى يطايشهم في التابع و قولت و قولت فهمت؟ ولا الشعب اخر عايش معنا فهمت؟ مرحبا بكم تشنشت على الكلمة نعملو فوترافيك ولا مش نعمل فوترافيك نحكيه شوية كور البرح تفرش في الارس لا تفرش مع الكور لماذا مقابل متعو ثمين جنيح لا تفرشت على حد سيئة دماج لتوال تحب لتوال انت تحب لتوال جي هنا معناها لتوال لتوال ما تلقاش تكون يشدها ليه مش موضوع ارسنال البرح لبحت لوتون تاون ثنين بليش و حافظت على السادارة ربحت أربعة وحدد أستان فيلا و حافظت على فرق نقطة بركة مع المتصدر ارسنال في انتظار ليفر بول ان يسترجع السادارة في مقابلة اللي بشتاج معه اليوم خليكم معايا شتاج معه اليوم ليفر بول يلعب كونتر شيفل يونيتد التسعة ولا سبعة ونص متاع اللي الأكثر أخبار رياضية تسمعها بعد شوية في ايفام سبورة متوقعة لنفو ترافيك جديد في المتينال ايفام متينال سيتنوف على ايفام سبعة واربعة وخمسين غيقة للأسف أمين المهيني من الجمشة لتحق بنا اليوم من اي سيك مع نشة فرس الأربعة واحنا كنا نحكيه وتوى قلنا نسمع مدد من تخلنا في الجو النوبة خلينا نعملو اليوم جو بتاع نوبة عصباح اليوم أخميس غود وخميس يا حضر محمد وغاية ببليس وإن شاء الله ربي بلغنا العيد غان مين سيلمين خليكم معنا بش نعملو نوبة أخرى بش نسمع بره يفوت به به هذي اختيرات المخرج بعد شوية في ساعة الثانية مجي معنا سيمو حسن الحمدي الكاتب العمل لقاب التعليم الأساسي باسبيقة بش نحكيه على الحادثة متاع البارح بعد شوية الأخبار الميتايو وإيا فيم سبور خليكم معنا الماتينال سيتناف على إيا فيم إن شاء الله نهاركم زين إن شاء الله نهاركم كله أفراح ومسارات ورقص وسعادة وطبلة ومزود وإن شاء الله بخير الناس الكل